لم يكن الارتياح باديا على ملامح الرئيس هادي وهو يستقبل المبعوث الأممي للمرة الثانية داخل اليمن وتحديدا في قصر المعاشيق بمدينة عدن التي ما زالت آثار الخراب التي تركتها ميليشيا الحوثي وصالح شاهدة عليها بعد أكثر من عام على زيارته الأولى للعاصمة المؤقتة ها هو المبعوث الأممي يعود مجددا في مهمة قديمة لم تختلف عن سابقتها تتمحور في إقناع الحكومة اليمنية بالعودة لطاولة المفاوضات على الرغم من عدم وجود أرضية صالحة لذلك هادي حريص خلال استقبال الموفد الأممي على تواجد رئيس الحكومة ووزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي لإيصال رسالة مفادها أن الشرعية اليوم تتحرك بانسجام وتناغم ورؤيتها واحدة أكسى المرات السابقة الرئيس هادي أبلغ المبعوث الأممي بالملاحظات التي لدى الحكومة على خطة السلام الأخيرة التي حملها ولد الشيخ في حقيبته ورفضت الحكومة تسلمها في وقت سابق نظرا لتجاوزها المرجعيات الأممية والقرارات المتعلقة بالقضية اليمنية لم يدخر هادي جهدا لتذكير ولد الشيخ بتجاوزات الانقلابيين والتي كان آخرها إعلان تشكيل حكومة في المناطق التابعة لسيطراتهم المبعوث الأممي حاول بعث العديد من الرسائل الإيجابية والمطمئنة للجانب الحكومي ولم ينسى أن يذكر هادي بالبيان الذي أصدره بإدانة كافة خطوات الانقلاب وتأكيد خرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات المحددة المتمثلة بالمبادرات الخالجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية جئت من أجل رسالة احترام وتقدير لفخامة الرئيس وتكرار على المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأمن والدول الـ 18 يؤكد أن الشرعية هي شرعية فخامة الرئيس عبد الرب ومصور هادي وحكومة الدكتور أحمد بن دار وهذا ما أكد عليه جميع أعضاء مجلس الأمن اللي التقيت معهم أخيرا ودول الـ 18 كل المؤشرات على الأرض وسلوك الميليشيا السياسي لا يشي بأن هناك أفق للحل السياسي في ظل التراخ الدولي مع الانقلابيين واعتبار المشكلة اليمنية إخداء أدوات الضغط على القوى الإقليمية التي هي الأخرى تستخدم الورقة اليمنية بطريقة تؤكد وجود خطأ في تركيبة الحل والتعاطي معه